السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنتوا لمرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن 20 جملة وعبارة في اللغة الإنجليزية كما نعلم أفضل طريقة لحفظ المفردات في اللغة الإنجليزية هي وضعها في جمل بالتالي أستطيع أن أحفظ أكثر قدر ممكن أو أكبر قدر ممكن من الكلمات بهذا الطريقة أستطيع أن أتحدث وأكتب في اللغة الإنجليزية بينما إذا حفظت الكلمات لوحدها كمفردات تجد نفسك من الصعوبة أن تتحدث أو تكتب في اللغة الإنجليزية لذلك تابع معايا نهاية الفيديو نتعلم هذه الجمل والعبارات لنزيد من مفرداتنا في اللغة الإنجليزية بالتالي أستطيع أن أتعلم وأكتب وأتحدث في اللغة الإنجليزية كيف أن أقول أعمل نفسك ميت؟ يعني أسأل حالك ميت من تداريش السالفة play dead play dead نعرف play يلعب dead ميت يعني إلعب ميت يعني أعمل نفسك ميت play dead كيف نقول أنصت لي يعني استمع لي بعناية lend me your ears نعرف ears أذان lend يعير أو يقرض يعني عيرني إذانك يعني أنصت لي يعني استمع بتركيز أو بعناية lend me your ears كيف أن أقول خزعبلات هراء كلام فاضي mambo jumbo mambo jumbo ممكن نقول it's mambo jumbo إنها عبارة عن كلام فاضي خزعبلات يعني don't believe them لا تصدقهم don't believe them it's mambo jumbo إنها عبارة عن خزعبلات يعني كلام فاضي كيف نقول لا تسخر منهم لا تستهزئ بهم don't mock them don't mock them إذا لا تسخر منهم دائما don't هي اختصار لي do not كمان نعلم not بدنا عن حرف الأو نضع apostrophe t بهذا الشكل كيف نقول سرعة بسرعة يعني فورا مباشرة يلا بسرعة بسرعة chop 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 كيف نقول دعونا نذهب يلا بسرعة let's go chop chop let's go chop chop لاحظ let's هي اختصار لي let us يعني لاحظة رابستروا في هذه ليست is هي اختصار لي you يعني let us هي ضمير مفعول به من الفعل we لا نقول let we let us نختصرها let's بهذا الشكل نقرأها مرة أخرى play dead lend me your ears mambo jumbo don't mock them chop chop let's go chop chop كيف نقول خلي طموحك عالي يعني ارفع ثقف طموحاتك reach for the stars لاحظ reach يصل for stars السماء يعني وصل للسماء يعني يخلي طموحك عالي reach for the stars كيف نقول لا ترهق نفسك لا تجهد نفسك don't strain yourself don't strain yourself كيف نقول توقف عن التصرف مثل أطفال يعني تصرف بمناسب عمرك يعني عمرك ستين وتصرف عمرك عشر عشرين سنة مثلا أو ثلاثين وهكذا إذن لازم الواحد يصرف بحسب عمره act your age act your age كيف نقول هذا الشاي لذيذ يعني كلمة delicious لذيذ نقول هذا الطعام أو هذا الشاي وهكذا this tea is delicious هذا الشاي لذيذ نقول هذا الطعام this food is delicious وهكذا كيف أقول أموت وأعرف يعني متحمس لأعرف شيء ما I'm dying to know I'm dying to know جاي من كلمة die die يموت نعيد مرة أخرى reach for the stars don't strain yourself act your age delicious this tea is delicious I'm dying to know كيف نقول حتى إشعار آخر until further notice until further notice notice ملاحظة until حتى until further notice حتى إشعار آخر كيف نقول أنه أمر لابد منه أو أنه أمر متوجب it's a must it's a must يعني نعرف must يجب فعل وأيضا must أيضا تكون اسم it's a must كيف نقول على المدى البعيد in the long run in the long run يعني على المدى البعيد you bet بمعنى بالتأكيد قطعا يعني أكيد مثلا نقول are you coming to the party هل أنت قادم للحفلة you bet يعني بالتأكيد قطعا أكيد are you coming to the party you bet كيف نقول لا تلف والدور don't beat around the bush don't beat around the bush بوش معنى شجيرة يعني لا يكون حول الشجيرة بمعنى لا تلف ولا الدور don't beat around the bush نعيد مرة أخرى until further notice it's a must in the long run you bet نضعه في الجملة are you coming to the party you bet don't beat around the bush كيف نقول مهما يكون يعني مهما حصل come rain or shine يعني تأتي مطر أو تكون ساطعة يعني مهما كانت جو مطر أو مشمس بمعنى مهما يكون أو مهما حصل نحفظها مع بعض come rain or shine مثلا I'll always love you come rain or shine يعني سأحبك دائما مهما حصل أو مهما يكون يعني مهما تقلبت جو هذا المقصد من مهما يكون مهما حصل come rain or shine I'll always love you come rain or shine come بمعنى التقص يكون مشمس أو يكون مطر نعرف shine بمعنى يسطع أو يكون ساطع كيف يقول إذا لم أكن مخطئا يعني إذا ما خام بظني if I'm not mistaken if I'm not mistaken إذا لم أكن مخطئا لاحظ I'm هي اختصار لي I am not if I'm not mistaken كيف يقول لا أستطيع تحمل أو لا أطيق I can't stand أريد أن أكمل الجملة مثلا I can't stand the sight of her لا أطيق رؤيتها أو لا أتحمل رؤيتها لاحظ sight من الفعل C يرى فعل بكل الاسم sight رؤية I can't stand the sight of her كيف أقول فقط الحذر للتأكد للأمان just to be on the safe side just يعني فقط to be أن أكون on the safe side على الجانب الآمن يعني فقط للتأكد لاحظ safe آمن لدينا safe يحفظ safe آمن يعني فعل صفة side اسم الصفة تأتي قبل الاسم the safe side تصبح just to be on the safe side كيف أقول شخص ذكي مفعن بالحيوية متحمس bright spark bright spark إذن spark شعلة أو شرارة مضيئة بمعنى شخص متحمس أو ذكي bright spark come rain or shine I'll always love you come rain or shine if I'm not mistaken I can't stand the bright the sight of her just to be on the safe side bright spark آخر مرة come rain or shine I'll always love you come rain or shine I'll هي اختصار لي I will if I'm not mistaken I can't stand the sight of her just to be on the safe side bright spark للحصول على فائدة أكبر من هذا الفيديو نحاول نحفظ هذه الجمل والعبارات نكتبها في دفتر مخصص لها عندما نريد أن نرجع عليها موجودة في المكان المناسب لنا أيضا ممكن تصور نفسك فيديو كل جملة تقولها تصور نفسك فيديو وتشاهد نفسك مرة أخرى تشاهد ما هي الأخطاء وما هي الأشياء التي قمت بها بشكل صحيح بهذا الطريقة تمرن أذنك على السماء ولسانك على الحديث وبنفس الوقت تصبح لديك جرأة على التحدث باللغة الإنجليزية بهذا الشكل الهينا درسنا لهذا اليوم أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء ووضع لها كل فيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة